من برح رحت حفلة لمشروع ليلى وشارموفرز والمربع بند اسم المربع الحقيقة ان انا كان جايلي ايمبتشن يعني ما بلاش كنت عدا زهقلة في البيت وانت شوية من صحابي رايحين يشوفوا الكلام وكده كده هي جم بيتي كنت معمولة في كايروفستابيل فايا الواحد يروح يغير جوي يسمع مزيكة جديدة يشوف الدنيا بيجرا فيها ايه بس اللي حصل ان انا منسات ما روحت من اول ما دخلت الحفلة بدأت تتصدم بدأت تتصدمات تتوالى علي من اول واحدة ستة شفتها ام قاعدة على الرصيف برا الحفلة قاعدة مسكة تليفونها وطبعا طبعا لان جمهور الحفلات دي كله under age اللي هما القاصرين والقاصرات لا يتعدوا سن 16 سنة يعني 90% منهم من اتناشر سنة لحد ستتاشر سنة فبالتالي في ناس كتير ما بتسيبش ولادها لوحدهم في السن ده فالام غالبا ولادها جوه في حفلة وهي قاعدة مستنيهم يخلصوا فانا يعني الموقف ده قصر فيها جدا الحقيقة لان انا تخيلت نفسي ان انا ام قاعدة عشان ولادي يتبستو جوه قلت يا امه بالضحي لحما علش مش مشكلة قلت امه بالضحي مش مشكلة اي امه بالفترة بتاعتها يعني ممكن بقاعدة القاعدة دي زي العسل على قلبها المهم ان ولادها جوه بيستمتعوا بحاجة هم بيحبوهم ودخلت ويرتني ما دخلت زي ما قلتلكم 90% من الناس القاصرين والقاصرات الجمهور انا شفت حاجات والله العظيم تلاتة في حياتي مشوفتها حست ان انا فجأة فقلت الزمن وفي مستقبل جيه في فجوة حصلت يعني معرفش في فراغ حصل كده فجوة وبعدها لقيت نفسي في وسط العالم دي كلهم اطفال بلا استثناء اطفال 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 اول ما دخلت لقيت واحدة محجبة صغيرة جدا وعملة مسكة سجير سجارة وراء التانية وراء التالتة ورابعة انا ما عنديش مشكلة ان اي حد يعمل اللي هو عايزه بس يكون مسئول عن تصرفاته يبقى يبقى انسان راشد عدى سن الراشد فمن كتر الصدمة قلت اروح اسألها اروح اسألها عندك كم سنة يا حلو فمن الصدمة لقيت نفسي رايحها لها بقول لها ممكن اسألك سؤالة وانت عندك كم سنة قالتلي عندي ستتاشر سنة وترها وانت بشربي سجارة اللي لقيتلي الدنيا والايام وثبتني ومشت الدنيا والايام الدنيا والايام في ستاشر سنة مالها الدنيا ومالها الايام وايه الرد ده وايه ده فتخيلت اللحظة ان البنت اللي بوقفة جوه وهي قاصر عملة تشرب في سجير امها قاعدة برا على الرصيف مستنيها عشان تخلص حفلتها عشان الفاكرة اللي بتاعد جوه داخلها بتسمع المزيكة اللي هي بتحبها فبصراحة جاتلي صدمة اتصدمت اتصدمت من معنى الكلمة عدى موضوع السجار اخبط عيني مين قال اتنين اطفال 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 يعني دول فعلا ما يعدوش اربعتاشر سنة اللي هو في اعدادي بيعملوا حاجات ما اقدرش اقولها يعني نفس الحاجات اللي انت بتتفرج على افلان فييجي مشهد اباحي قدام اهلك فتقوموا تمشي لقدروا بيعملوا قدام الناس غربة سكر 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 كل شوية واحد عيل 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 طري كده عيل عيل اللي هو اللي هو بيروح بالمدرسة وبيحط شنطة على على كتفه بيروح وبيحضر مفروض وبياخد بريك وبياخد ساندوشات مو افور مو افور مو افور من الشرب ايه ده احنا وصلنا فين يجي با بعد كل ده الفواحش بعد الفواحش انا شفتها والحاجات اللي كلها طلع من شوية عيال 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 انا ايه لك المزيع اللي ما بين البندين اللي طلع يقدم بند بعديه بيقول لك احنا جيل المستقلة والمزيكة المستقلة فقط طبعا يا كلمة مستقلة هنا همفروض تكون حلوة استقلال كل واحد تسئول عن تصرفاته من هو صغير انت راجل انت عرفت تتعمل ايه لكن واضح ان اللي بيقوله عكس خالص هو مش قصده كده هو قصده ان احنا احررنا منه فعيشوا حياتكم يا جماعة فاول ما قال احنا نجي المستقل ودي المزيكة المستقل لقيت العيال كلها شوية واترفع علم الفجر فجأة العلم بتاع المثليين اترفع علشان اللي بيغني في البند هو مثلي فهم بيسابورت اللي هو احنا عارفين ان انت شز لمواغزة بس احنا بحب مزكتك ابص على اللي رفع العلم قال ايه عيد العيل ده يعرف ايه عن المثلية عشان يرفع العلم انتو 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 عايزين تعملوا ايه يعني والناس اللي عملت دافع على السوشيال ميديا 24 ساعة احنا احرار مش عارف كل واحد حر كل واحد مستقل مدام مش بيقزيك هو انت عايز تغير المجتمع على مزاجك بكيفك هو بكيف حاجة اسمها دين التلات قديا حراموا حاجة زي التلاتة فانت عشان تبقى منتطور وريو اشتحن الله يا جماعة كل واحد حر في ايه 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 الهابل ده انتو عايزين تعملوا ايه؟ مش مصر مش هتتضغى مش هتبقى امريكا ولا هتبقى امريكا ولا هتبقى اولندا ولا هتبقى اب فبصراحة لكل الاهالي كل اب Denver regulations كل ام سايب عياله الجبد ده? الجيل ده. ها? اللي هو اواخر التسعينات والالفنات دول. دول ما تسيبوش لوحدهم كده. انتم فين? ما 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 تشوفوا عيالكم. شوفوا شوفوا وروحوا شوفوا. كان برح فيه تلاتين الف واحد. منهم على الال عشرين الف واحد بيعملش حاجات انا عمري في حياتي مشوفتها. ما بيشوفهاش. وعيال. مش مسئولين عن نفسهم. مش مسئولين. ما حدش يقول لي هم احرار مش مسئولين. انت حد تتعيل. لما عملت تتوحلي وتأفور وتمسك دي من هنا وتاء. والبنات. لأ. خلوا لكم من عيالكم عشان احنا رايحين في ستين دهيال. في كده فجوة هتحصل فجأة. لما الجيل ده يكبر كده. ما فيش رجال هتلاقوها عشان تخش الجيش. وما فيش ستات هتصلح للجواز. في الجيل ده. لو ما تلاحقوش من دلوقتي ربنا يسطر. ربنا يسطر. قال لك استقلال. استقلال دي تبقى امك والله العزيزي. ربنا هيديكم. اشتركوا في القناة.